بسم الله الرحمن الرحيم المهد المنتظر ظهر ويتحدى الدجال والجساسة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد ما زلنا وسنظل نتابع ما تفعله نداهة المهدي المنتظر بأصحابها ومعنا اليوم حالة نادت عليها نداهة المهدي المنتظر فخرج الرجل يعلن لافتة على باب بيته يكتب فيها دار المهدي المنتظر ويتحدث بأنه يجالس الدجال ويجالس الجساسة التي تأتي كما يقول بالأخبار للدجال وهذه الأشياء حتى أن أهل بيته وأقربائه لفظوه وسائموا مما يقوله وقبضت عليه قوات الأمن هو في إحدى المحافظات المصرية لإسارته الإزعاج بين الناس وما إلى ذلك يب إذن هذا رجل يظهر من صدى ما تفعله إيران في منطقتنا وما تبثه في عقول أذنابها فيبثونه في آذان الناس فينتج عنه ما نراه صباح مساء ولن نتوقف عن تعقب هؤلاء وكشف الغطاء عنهم حتى يحزرهم الناس ولن تتحقق أغراض إيران في دولنا العربية والإسلامية أبدا إلا أن تكون إيران هذه في حالها أما أن تبسط سلطانها على المنطقة بأفكارها الهدامة وأحلامها الغاشمة وتوسعاتها الاحتلالية الغاشمة في بلاد إخوانها في بلاد بني جلدتها للأسف يعني بدل أن تذهب إلى هناك فيكون حلمها هو الكيان لا حلمها الحقيقي القاهرة والرياض حلم إيران الحقيقي هي وأتباعها القاهرة والرياض وأنا لهم ذلك مش ملاحظين معايا شيء يا أخوانا مش ملاحظين إن الفترة دي أذناب إيران في كل مكان على السوشيال ميديا وغيرها بدأت نبرتهم ترتد إلى الوراء متشحة بلون الإحباط بلون الإحباط والفشل بعد أن صارت إيران هي التي وقعت في الحفرة التي كانت تحفرها لمصر أولا ولباقي الدول الإسلامية ثانيا كانت تحفر لمصر أن توقعها في الكيان عن طريق ما فعلوه يوم سبعة عشرة والكلام ده لا يخفى على أحد خلاص خلاص السطحيين سائمنا منهم ومن أفكارهم السطحية الجوفاء اللي مش شايف عمره ما يشوف اللي مش هيشوف النهاردة بعد اللي بيحصل ده كله عمره ما هيشوف إيران أصابعها في كل مكان أياديها في كل مكان في الوطن العربي والإسلامي تريد تحقيق أطماعها فحفرت لمصر فأوقعها الله في الحفرة التي حفرتها لمصر وها أنتم ترون اليوم ترتجف تقدم رجلا وتؤخر أخرى بعد أن كانت حناجرها تملأ الدنيا وكان يطلع لنا الشيق اللي اسم أحمد الجهري ده يقول ستتحول المنطقة إلى لهيب ولن يرحم ولن يكون ولا كلام ده كله طبعا وكان متخيل أن مصر هتقع في حبائل الغرب فيقضون عليها في أحلامهم وخيالهم المتخلف وتأتي إيران فتكون إيران هي صحابي مصر أو صعب مصر أو تأتي إيران ففي خياله هي تكون حكومة محمد اللي هتنشأ في مصر صلى الله عليه وآله وسلم دي خيالات في أزهان الناس دي لكن سيدنا محمد كله مسلم على ظهر الأرض هو خادم لسيدنا محمد وخادم لحكومة سيدنا محمد وكل ما يمت بصلة لسيدنا محمد ملء السمع والبصر مش محتاجين إن الشيخ أحمد يسمي نفسه ويسمي إيران حكومة محمد عشان يبسطوا سلطانهم الفارسي على المناطق كلها يا أخوانا ارحمونا من التخلف اللي انتم عايشين في ده عيشوا كمسلمين زي ما باقي الدول بتعيش دعوكم من أحلامكم من أطماعكم ياريت أطمعكم بعيد لكن أطمعكم في بلاد المسلمين والإسلام لتحققوا فكركم ياريت فكر ده هو مجرد توسع توسع وأحلام بإقامة إمبراطورية جوفاء ياريتها إسلامية لكن اللي يفطى هي الإسلامية زي ما كنا بنسمع لو دخل الزحف البردي للكيان في غزة هنعمل ونسوي إيران ما عملتش شيء حصل وما عملتش شيء لو حصل كذا كذا هنعمل ونسوي ما عملتش شيء طيب ضرب الرجل في عقر دارها بتدبير منها بتدبير من إيران إن لم تكن إيران هي الفاعلة فهي التي أعطت الإشارة للكيان أن يفعلها في إسماعيل هنية وهنعمل ونسوي ما عملوش أي شيء ولا هيعملوا أي شيء أنا بتحدى أي واحد من أزناب إيران إن إيران تعمل أي شيء في الكيان ده هي بس بتقول بنا وبين نفسها يا رب تعدي على خير يا رب تعدي على خير والجماعة اللي كانوا بيطلعوا يملؤون الدنيا ضجيجا مستقوين بإيران وظنوا أن إيران دي هي اللي تحول الدنيا إلى جحيم طبعا في بلادنا في دولنا أن أين هم خارسة ألسنتهم والتزموا جحورهم ولم نر منهم واحد فاللي احنا بنشوفه النهاردة من الداهة المهدي دي أسار تلك الأفكار الجوفاء الخيالية الحالمة التي تأتينا من إيران على عقول فارغة يحملها أزناب إيران إلى السوشيال ميديا فيتأثر بها أمثال هؤلاء زي الرجل اللي هتسمعوا النهاردة ده وبيقول المهدي أنا المهدي وأنا بأجلس كل يوم مع الدجال ومع الجساسة ولم يستطع أن يعني يحتويني أو يعني يستميلني أو يغريني لكني يعني نفس الاستوانة المشروخة اللي بنسمعها من كل من نادت عليه نداهت المهدي المنتظر اسمعوه معي ثم نرجع مرة إيه أخرى أنا لما جاني المسيح الدجال بدأت عامل وياه بطريقته يعني المسيح الدجال جالك جالي في المنام مين طب جالك تين يا سيدة بأتكلم معك كده وبأتكلم معه وبأعود وياه وبأتكلم وياه عاد هو والجساسة بتاعته إيه الجساسة بتاعته؟ الجساسة اللي هي اللي بتجيب له الأخبار الناس بتلف بتيوصل لبولت وتجيب له أخبار وهو بناء على الأخبار يعني بينفذ المعلمات بتاعته الجساسة دية بتروح لمين؟ طب بعد المسيح الدجال ما تجي قاعد معك هيقيتك تعملت زي وإيه الحوار الضرب بينك وبينه؟ راجل عادي زيه زي أي حال ما تشكش ولا تقولي من هو بس فيه مميزات إيه الحوار الضرب بينك بقى وبين المسيح الدجال؟ حوارات كتير وأعادت كتير والآن وبعد أن استمعنا إلى هذا الرجل رأيتم ماذا تفعل نداهة المهدي المنتظر في من يستجيبون لها حين تناديهم عودوا إلى الإسلام الصحيح الذي تركه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله إلى الدنيا كلها صحابة رسول الله الكرام حتى حملوه إلى إيران إيران تلك التي يسبون الصحابة وينالون منهم ويقولون عنهم الأقاويل الصحابة صحابة رسول الله هم الذين حملوا الإسلام عن رسول الله وأوصلوه إلى الدنيا كلها بما فيها إيران التي تنكر وتجحد فضل صحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتجرع بآل بيت الله الكرام وهم منها براء آل بيت رسول الله الكرام الأطهار الشياد الدنيا كلها هم من إيران براء وممن يعتدون على المسلمين من الإيرانيين وأذنابهم براء فإحذروا هذه الدولة التي تريد ضرب الإسلام وقسم ظهر الإسلام لتأخذ كل شيء لنفسها سياسيا يريد دينيا لما لهمش دعوة بالدين للأسف ده بيضحكوا على الأشكال اللي أنتو بتشوفوها دول والأشكال اللي أنتو بتشوفوها دول مجرد أشكال سطحية جوفاء ما عندهمش أي فكر ويعني خلاص بيضحك عليهم بكلمتين ويبقوا أذناب من أذناب إيران كما ترون لا قيمة لهم يتكلمون ويتزرعون واستقون بإيران حين تضحك عليهم بالأماني فلما تقع إيران في شبر من الماء وتحتار في أمر نفسها وترتجف وترتعد كالفأر المبلل يخنثون ويختبئون كما رأيتم ولا نرى لهم حسا ولا صوتا ولا نسمع لهم ضديجا كالذي كان قبل ذلك المهم حافظوا على أوطانكم يا أهل مصر حافظوا على مصر من تسلل التشيع من أسفل من تحت الأقدام من تحت الأقدام كالماء الذي يعني يتسلل دون أن يشعر به أحد حافظوا على إسلامكم الحقيقي من التزوير الذي يأتينا من إيران ومن الفكر الإيراني عايزين الإسلام اللي كان عليه الرسول والصحابة وآل البيت كل أهل الإسلام لأنه لما قول الصحابة ما هم آل البيت كانوا صحابة رسول الله وآلوا بيته لما قول آل البيت ما هم كانوا أصحاب رسول الله ولم قول الصحابة طب ما هناك من الصحابة كانوا آل بيت رسول الله يب حينما نقول الصحابة نشمل الجميع أصحاب رسول الله ومنهم آل بيت رسوله كل دول بنسميهم الصحابة ما بنميز ما بنقسمش المسلمين إلى شرازم وفرق وقطع لا المسلمين كلهم كتلة وحدة يعني كما قال الله عز وجل أن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة فاعتصموا بتلك الأمة الواحدة التي كان عليها رسول الله وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله أن يكون عيار إيران طائش طائش وهو طاش وخاب وخسر وارتد إلى الوراء وأصبحت إيران يا أخوانا إيران وتركيا أيضا عشان ما نتكلمش حناجرهم كده حناجرهم هكذا بيعملوا إيه ما بيعملوش أي شيء القضية الفلسطينية هي طب يدخلوا انتوا عايزين مرسى هي اللي تدخل بس ليه منتوا عندكوا جوج زي مصر ما تدخلوا يلا يا إيران ورينا شغلك ما فيش أجبا مما تتخيل وأعلى صوتا مما تتخيل بس ساعة الجد يخنص صوتها وتبدأ تبحث والمباحثات وندرس لغاية ما الناس تنسى لإيه المشكلة أصلا تظل تدرس لغاية ما الناس تنسى لإيه المشكلة لما الناس تنسى المشكلة تبدأ تطلع بالحناجر الواسعة الفارها وإخواننا الأتراك يريد يخلوهم بعيد عن اللغة الحنجرية ويتكلموا بعقلانية كما يتكلم باقي العالم الإسلامي اللغة الفاهمة لكن ها أعملوا أسوي وساعة الجد ما بيعملوش أي شيء يزايدوا على مصر وساعة الجد ما بيعملوش أي شيء للقضية الفلسطينية معشار ما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية الإيرانيين نفس الكلام الإيرانيين نفس الكلام للأسف معايا فإحنا مش عايزين كده إحنا مش عايزين اللغة لغة الحناجر يا أخواننا لغة الحناجر دي جربناها في الله يرحمه الشهيد صدام حسين كانت برضو لغة حنجرية من غير دراسة شفنا الرجل أودى بنفسه لأي مصير واللي خانوا الشيعة دول أول ناس أول ناس غدروا به الشيعة أول ناس ضربوه من ظهرهم هؤلاء الشيعة اللي كانوا أكبر أعدائه لأنه سني اللغة الضخمة دي اللي ليست على أرض سابتة مش عايزينها إحنا عايزين اللي يتحرك صح اللي يتحرك صح اللي خطواته تكون لها رصيد خطوة لها رصيد لكن كلام أجوف وعالي وملوش أي رصيد من الصحة لأ شفنا قائد عربي محترم اللي هو اللي كان جنبنا دا يعني الله يرحمه وغيره وقاله هناك برضو كذا قائد عربي حصل لهم أشياء من اللغة صاحبة الحنجرة العالية اللي ملهاش رصيد على أرض الواقع لا إحنا عايزين الدولة الإسلامية أي دولة إسلامية من الدول دول العالم الإسلامي اللي هما أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاليا يكون لهم رصيد من القوة يبنوا أوطانهم يقووا أوطانهم ولما يتكلموا يكون كلامهم له رصيد من القوة مش مجرد كلام كده زي اللي بنسمعه من هنا ومن هنا ومزايدات تسمع قعقعة ولا ترى طحنا تسمع قعقعة ولا ترى طحنا فلما الدولة الفلانية تزايد على مصر وبعدين نشوفها ما عملتش أي شيء وعندها ديش ما عملتش أي شيء يبنتوا إيه قعقعة بلا طحن ما فيش كن كالدرس يرسو مكانه فيطحن لا يعنيه حلو ولا مر الحركة الفعلية على أرض الواقع هي المحسوبة الكلام الأجوف ده والصوت العالي على الفاضي اللي ملوش رصيد سائمنا منه خلاص يا أخوانا خلاص لغة مستهلكة ما تنفعش وكذلك إيران يعني بنت عم تركيا في الصوت العالي تركيا دولة سنية محترمة نحترمها ونقدرها لكن بنأخذ بعض الليه اللغة الحنجرية اللي كانت قبل ذلك تزايد بها على مصر وساعة الجد ما بيعملوش أي شيء يا أخوانا زي ما بنشوف مش عايزين دي مش عايزين دي عند أي دولة مسلمة اللغة الحنجرية العالية اللي ملهاش رصيد من الفعل عايز لغة تكتبها عالية وحنجر تكتبها عالية يكون لها رصيد من الفعل غير كده أسكت إيران نفس الكلام كانوا يقولون ويعيدون وأزنبهم عن بنيهم وصحابي مصر خلاص داخل والمهدي قادم وهي كل دا هم الرمز بتاعهم كان إيران كل دا كانوا مستنين إيران تأتي إلى مصر طبعا المتخلين مصر هتقع في الكيان وبعدين الكيان يدمر مصر زي ما خيالهم التعيس بيصور لهم فاكرين مصر دي خلاص يعني ريشة في مهاب الريح لا 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 دانتوا ثلاثة أغبية وفكركوا أجوف خالص فإيشاء ربنا سبحانه وتعالى يشاء ربنا شوف هم الذين وقعوا في حيص بيس يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى عملين يدرسوا في الموقف شوف من إمتى وهيظلوا يدرسوا في سنين لغاية مسألة تنسى وبعد كده يرجعون لحناجرهم العالية وأزنابهم التي توصل عنهم تلك الأفكار الجوفاء نسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا وأن يقينا شر هؤلاء وأولئك والجميع وأن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها الأمة الواحدة سالمة غانمة رابحة ظاهرة على غيرها اللهم أمين بالعمل والإنتاج والقوة والعقيدة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن الخرافات والخزعبلات التي تأتينا من هنا ومن هناك أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لأرشد أمرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته